الناصرية مجدداً تلك المدينة التي قضى صوتها المدوء مضاجع المتترسين خلف جدران المنطقة الخضراء فقمعوا المحتجين بقواتهم وميليشياتهم وقتلوا وأصاب العشرات منهم لم يكونوا يحملون غير أعلام العراق وهتافات طالبوا فيها بحقهم المسلوب أهالي الناصرية خرجوا في تظاهرات حاشدة فما كان من قوات الأمن الحكومية إلا تحشيد عناصرها المدججين بالسلاح حول مداخل ومخارج المدينة وإطلاق الرصاص على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة والتي كان منها إقالة محافظ ذيقار وجميع مسؤول المحافظة ومحاسبة قتلة المتظاهرين الحكومة وفي محاولة منها للالتفاف على مطالب المتظاهرين أرسلت وفداً يمثلها إلى الناصرية يرأسه وزير الداخلية عثمان الغانمي ومعه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ليجتمعا بعدد من شيوخ عشائر المحافظة غير أن شيئاً لم يتسرب عن هذا الاجتماع سوى أن مسؤولي المحافظة لم يحضره ناشطون قالوا إن الناصرية تعاني كثيراً من الإهمال والبطالة والفساد الحكومي وترد الأوضاع الاقتصادية وهو ما جعلها تلتحق بركب الثورة التي اندلعت في تشرين الأول عام 2019 فتعرض متظاهروها إلى قمع وعنف حكومي غير مسبوق ليأتي رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي ويتعاهد لأهالي الناصرية بتحسين أوضاعهم غير أن شيئاً مما وعد به لم يحدث كعدة سابقه ساحة الحبوب في الناصرية شهدت العام الماضي سقوط مئات المتظاهرين بين شهيد وجريح بالرصاص الحي وقنابل الغاز حينما اقتحمتها القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها لفضل وإنهاء الثورة الشعبية المتأججة في المدينة غير أن كل تلك المحاولات الحكومية باءت بالفشل لتشتعل التظاهرات مجدداً في المدينة الناشطون والمتظاهرون في ذيقار عبروا عن عدم ثقتهم بالوعود الحكومية ووفودها الذين ترسلهم إلى المحافظة كلما اشتدت وطأة التظاهرات وامتد زخمها لتبدأ مرحلة أخرى من عمليات ملاحقة الناشطين والمتظاهرين في المحافظة والتي لم تتوقف غير أنها تشتد مرة بعد أخرى